موسيقى موسيقى مرحباً اسمي شاكير أنا كندير رئيس لجنة التحكم للاتحاد الأوروبي في نفس الوقت أنا مسؤول على الاتحاد العالمي تاكواندو الرياضة ديت القانون الدولي تغيرت يعني التطور ديال هذه الرياضة من ألعاب أولمبية للألعاب أولمبية وفي المنطقة مثلا تحت إشتراف اللجنة العالمية الأولمبية وكذلك تحت إشتراف اللجنة العالمية البراولمبية يعني كينجوج ديال الرياضات فالمغرب ما شاء الله عنده مستوى عالي عنده واحد البوتنسيال عالي بزاف تنفتقر به يعني بلدنا سوف يكون في الأمام سوف يكون في واحد المستوى ممتاز جاءوا ميداليات ممتازة على الصعيد الأوروبي على الصعيد الأفريقي على الصعيد العالمي ولكن إن شاء الله في المستقبل يكونوا ميداليات على الصعيد العالم من الأولمبيات لا خصوص مثلا للألعاب الأولمبية التي ستكون في باريس في 2021 أو لا على الصعيد الألعاب الأولمبيات التي ستكون في باريس في 2024 حسن السماعيل نائب الأولى رئيس الجميع الملك المربيل التاكواندو تجهد دورات كوينية الإناشية الخاصة بالحكم الدوليين وكذلك الترقية الخاصة بالحكم الوطنيين والجهويين كانت كميناً للدورات السابقة لمرة عبر أربع مراحل المرحلة الأولى كانت احتضنة مدينة الريباط المرحلة الثانية مدينة أقادير المرحلة الثالثة احتضنة مدينة ضالبضاء على أساس المرحلة الرابعة احتضنها مدينة العيون مستقبلاً هذه الدورة تكون ختام هذه الدورة الثلاثة المرّبطة وكذلك تجهد حتى إشراف الخابير الدولي الحكام شاكر شوباط رئيس الجنة التحكيم بالتاكواندو بالتاكواندو والحكام الدوليين والتي استفادوا بآخر مستجدات تحكيم الدولي في مباراة وكذلك بالتاكواندو وأيضاً مهمة جداً بالنسبة للحكام الوطنيين والجهوين من أجل الترقية إلى مراتب أفضل مما هم حالة الآن وكذلك تعرف مشاركة أزياد من 200 حكام وحكما بطبيعة الحال مثلوا جميع العصب الوطنية الموجودة 12 العصب التي كانت في المملكة المغربية وكذلك أزياد من 50 جمعية رياضية وكما تشرف عليها الخبير الدولي شاكير شرباط بالحضور أعضاء مكتب المديري في مقاتبه سيد رئيس الجامعة الأستدريس الهلي التي أعطنت على قلاة دورها وتعرض الخطوط العريضة فيما يخص ترقيات الحكام فيما يخص كذلك الناجة والسير في إطار سياسة تقنية جديدة اللي نجتها بداية من سنة 2023 فيما يخص تكوين الحكام والحكام المساعدين وكذلك تكوين حتى المدربين ومدربين المساعدين وبطبيعة الحالة الدورة تخلت عدة مداخلات فيما يخص التحكيم فيما يخص كذلك التدريب وكانت أسئلة في الجوار وكانت أسئلة مهمة والأفضل من هذا هو أن الأجوبة كانت كافية وشافية بالنسبة للعدد كبير من المشاركين اللي يعبروا بالطبع الحالة تصابت ديالهم والتياح ديالهم على المستوى سواء تنظيمه ولكن حتى المحتوى التقني لهذا الدورة تتكويني بالخصوص واللي طبع الحال تطلعوا على آخر مستجدات تحكيم في هذا المجال بالنسبة لكم كيف ترى رياضة تيكويندو حاليا والمكانة لها عالميا أكيد أن رياضة تيكويندو والمكانة لها وطنيا هي من رياضة النشيطة النشيطة جدا على صعيد الخارطة نرى مقدمة كرة القدم كان هناك تنفس كبير لدينا عدد الرخاص عدد المشاركين تكون رياضة تيكويندو دائما نحاول مستقبل أنها تكون في مرتبة أولى طبعية الحال وإن كانت كرة القدم تكون رياضة تيكويندو وطنيا لها مكانة متميزة جدا دوليا اليوم نحن مستوى أول عربيا قاريا إفريقيا عالميا لدينا بعض العلقاب ولكن ما ينقصونه هو لقب عالمي في ميدالية ذهبية لدينا ميدالية فضياء وميدالية نحاسية ولكن ينقصون الخازنة الجامعة كتنقصها ميدالية ذهبية وكتنقصها ميدالية أولمبية من أي نوع سواء كانت نحاسية أو فضياء أو ذهبية وهذا هو اللي تخدم عليه لجامعة مستقبلا وعندنا آمل كبير في أولمبية 2024 لكي نحقه لدينا بطورة العالم في باكو في شهر خلال شهر خمسة وعندنا الألاب أولمبية كذلك في غوشة 2014 باريس وهذه محطة بجوجل لنحاوله ما أمكن أن هذه الميدالية تحتويج العالمي أننا نحقهم في هذه محطة الدولية إن شاء الله مستقبلا رسالتي للشباب وخصوص الأطفاف رسالتي للشباب والخصوص الأطفاف هو الممارسة ممارسة الرياضة بأي نوع من الأنواع ليس غير التكواندو ولا فن الحرب ولا رياضات الجماعية وإنما الرياضة أولا كوسيلة للتنمية الرياضية البشرية لغير ذلك السلطة في قطر رسالة مهمة جدا الفريق الوطني يحقق إعجاز بطبع حال إنجازات كبيرة في كرة القادة وصلوا إلى مباراة نصف النهائية وصلوا إلى المرتبة الرابعة عالميا لخلق واحدة اللحمة بطبع الحال الشعر المغربي كل مكونات دياله وعطوا واحد دفعة جديدة لرياضة الوطنية أكيد أن هذه القطرة في الكرة القادمة سيتجر معها رياضات أخرى ويقبال وبالتالي الرياضة كما نعرف تتحمي الأطفال ولكن تحمي حتى الشباب من الأفاد المجتمع من المخدرات من تسكو من كذلك من حراف وبالتالي يعني الدور دياله ماشيغي في التويجات ولا في الميداليات ولا كذلك في تحقيق الإنجازات وأن الدور دياله أولاً وثانياً وثالثاً هو التربية وكذلك الاهتمام بالأخلاق يعني التربية والأخلاق ديال هذه الناشئة هذه اللي غد تكون تعود على المجتمع المغربي بواحد الفائدة كبرى وهو تكوين جيل يعني سليم أخلاقيان دهنيان بدنيان من أجل يعني تحمل المسؤولية ديال الغد ويكون في المستوى يكون خير خلاف لخير سلف شكراً على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحباً بك